تحديات كثيرة تواجه النازحين وتعيق عودتهم إلى مناطقهم بالمحررة تأتي بالتزامن مع توقعات بزيادة أعدادهم جراء السمر لعملية تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش فوجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح داخل البلاد أمر يصعب عملية إغاثتهم وإيوائهم خاصة أن هذه الأعداد تتواجد داخل المناطق السكنية الأمر الذي يحتاج إلى جهود كبيرة وتنسيق عال لعملية توفير المستلزمات الحياتية فضلا عن صعوبة إعادة أعمار المناطق المحررة التي تعرضت إلى دمار كبير في البناء التحتية ووجود مخلفات الحرب من العبوات الناسفة المتواجدة في عمم هذه المناطق ما يحتاج إلى جهود دولية لرفع هذه المخلفات وتمويل كبير لإعادة أعمار هذه المناطق فيما أكدت مصادر محلية من داخل الأنبار أن العملية العسكرية الحالية التي تقوم بها القوات العراقية في مناطق الأنبار وصلاح الدين لتحريرها من تنظيم داعش أسفلت عن موجة جديدة من نزوح أهل تلك المناطق هربا من المعارك وسط عجز حكومي عن توفير مخيمات مؤقتة لإوائهم حتى انتهاء المعارك وفي تحدي آخر لعودة النازحين تبرز المشاكل العشائرية والاجتماعية التي تولدت من خلال سيطرة التنظيم على بعض المناطق واضطرار بعض الأفراد على التعاون معه ووقوع أعمال قتل المتبادلة ويتفق المراقبون على أن أزمة النازحين في العراق تتجه نحو المزيد من التعقيد مع استمرار المعارك وأحركة نزوح المدنيين هربا من أعمال العنف ومعتراف الحكومة العراقية بالعز وحدها عن التعامل مع هذه المشكلة بسبب الأزمة المالية الحادة